هذه حلقة أروي فيها بعض لطائف الشعراء وأخبارهم أهلا بكم في الأمال يروى أن عمر بن أبي ربيعة اجتمع هو وكذير والأحوص ونصيب في مجلس في المدينة وتحدثوا في الشعر ساعة فأراد كذير أن يشاغبهم قليلا ويستفزهم فالتفت إلى عمر بن أبي ربيعة وقال له إنك لشاعر لولا أنك تشبب بالمرأة ثم تدعها وتشبب بنفسك يقول له الشعراء يتغزلون بالنساء وأنت تتغزل بنفسك ثم قال له مستشهدا على ما ذكر أخبرني عن قولك قالت لها قد غمسته فأبا ثم اسبطرت تشتد في أذري يصف عمر في هذا البيت ولع النساء بالبحث عنه وحبهن له وكذير يستنكر هذا قال له كذير معلقا على هذا البيت والله لو وصفت بهذا هرة أهلك لكان كثيرا إنما توصف الحرة بالحياء والبخل والامتناع يقول له أنت تصف محبوبتك بأنها تغمزك وتبحث عنك وإنما توصف النساء بخلاف هذا ثم قال له أفلا كنتك الأحوص الأحوص جالس معهم يستمع قال أفلا كنتك الأحوص حين قال أدور ولولا أن أرى أم جعفر بأبياتكم ما درت حيث أدور وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى وإن لم يزر لابد أن سيزور لقد منعت معروفها أم جعفر وإني إلى معروفها لفقيه كذير حين قال هذا الكلام انكسر عمر بن أبي ربيعة وبدى الفرح على الأحوص لأن كذيرا مدح الأحوص لما لاحظ كذير أن الأحوص فرح بهذا الكلام أراد أيضا أن يستفزه كما استفز عمر فقال للأحوص أخبرني عن قولك فإن تصلي أصلك وإن تبيني بهجرك بعد وصلك ما أبالي أما والله لو كنت حرا لباليت ولو كسر أنفك هو يقول له كيف تهجرك محبوبتك ولا تبالي إنك إذا لكاذب في حبك ثم قال له أفلا كنتك نصيب نصيب جالس معهم يستمع أفلا كنتك نصيب حين قال بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب وقل إن تملينا فما ملك القلب كذير يريد أن يقول للأحوص نصيب أصدق منك في حبه إن وجد وصلا من حبيبه فبها ونعمة وإن لم يجد وصلا بقي على حبه وصبر كذير عندما قال هذا الكلام إنكسر الأحوص وفرح نصيب لأنه مدحه فلما رأى أن نصيبا فرحا أراد أن يستفزه كما استفز الأحوص وعمر فالتفت إلى نصيب وقال له أخبرني عن قولك أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فواكب دي من لا يهيم بها بعدي ثم قال له ويحك أتريد أن يهيم بها رجل من بعدك يقول له كل همك إن مت أن يوجد شخص يحب دعدا لكي لا تبقى دون حبيب وهذا الغباء لم يسبقك إليه الشاعر حينئذ رضي الشعراء الثلاثة عمر والأحوص ونصيب بالمساواة لأن كثير سخر منهم جميعا لكن عمر بن أبي ربيعة أراد أن يسجل تعادلا في مرمى كثير فقال له عمر أخبرني عن قولك يا كثير ألا ليتنا يا عزكنا لذي غنى بعيرين نرعى في الخلاء ونعزبه كلانا به عرم العر هو الجرب فمن يرنا يقول على حسنها جرباء تعدي وأجرب إذا ما وردنا منهل صاح أهله علينا فما ننفك نرمى ونضرب نكون بعيرا إذي غنى فيضيعنا فلا هو يرعانا ولا نحن نطلب وددت وبيت الله أنك بكرة هجان وأني مصعب ثم نهرب قال عمر لكثير تمنيت لها ولنفسك الرقة والجرب والطرد والرمية فأي مكروه لم تتمنى لها ولنفسك هو يقول له ما رأينا شاعرا يتمنى لمن يتغزل بها الجرب والطرد قبلك فضحك كثير وعرف أن عمر رد له الصاع صاعين مما يروى أيضا من أخبار شعراء بن أمية أن جريرا كان عنده هشام بن عبد الملك فلما خرج من عنده نزل بأبي عمر بن العلاء فبات عند ابن العلاء ليلته فلما أصبح خرج وخرج معه أبو عمر يشيعه فلما جاوز البيوت قال جرير لأبي عمر أنشدني من قول المجنون يقصد قيس بن الملوح فأنشده أبو عمر وأدنيتني حتى إذا ما سبيتني بقول يحل العصمة سهل الأباطح تجافيت عني حين لا لي حيلة وغادرت ما غادرت بين الجوانح فارتعش جرير من الطرب وقال والله لولا أنه لا يحسن بشيخ مثلي الصراخ لصرخت صرخة سمعها هشام على سريره وذلك من شدة استحسان جرير لهذين البيتين وبالفعل هما من أرق ما قال المجنون وبيت المجنون هذان هما نظير ما قال العباس بن الأحنف أشكو الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا واستنهضوني فلما قمت منتصبا بثقل ما حملوني منهم وقعدوا رأيت بيني وبين الهم معركة فليست تنفدوا حتى ينفد الأبد مما يروى أيضا من ظرافات الشعراء أن علي بن داود الهاشمي كان صديقا ليهودي ضريف يؤنسه ويجالسه وينشده الشعر فلما أراد علي أن يحج أراد أن يذهب بذلك اليهودي معه ليؤنسه في رحلة الحج لكن اليهودي لا تطمئن نفسه لتلك الرحلة فهو لا يدين بما فيها ويعلم أنه سيحرم نفسه من ملذات كثيرة إذا هو خرج فيها فاعتذر لعلي بن داود بأبيات ضريفة يقول منها إني أعوذ بداود وحفرته من أن أحج بكره يبن داودي نبئت أن طريق الحج مصردة عن النبيذ وما عيشي بتصريدي والله ما في من أجر فتطلبه فيما علمت ولا ديني بمحمودي أما أبوك فذاك الجود يعرفه وأنت أشبه خلق الله بالجود كأن ديباجة يخديه من ذهب إذا تعصب في أذوابه السودي فهو يريد أن ينجو من هذه الرحلة الشاقة التي ستحبسه عن ملذاته فنجا بهذه الأبيات اللطيفة من لطيف ما يروى كذلك عن عمر بن أبي ربيعة أنه تاب في آخر عمره عن قول الغزل ونذر أن يعتق رقبة عن كل بيت يقوله فحج مرة فبينما هو يطوف بالبيت نظر إلى فتى من نمير وكان ذلك الفتى واقفا يراقب جارية في الطواف لا ينظر إلى غيرها أتاه عمر وقال له مستنكرا ما تصنع فقال له الفتى يا أب الخطاب أب الخطاب هي كنية عمر قال له يا أب الخطاب لا تعجل علي فإن هذه ابنة عمي وقد سميت لي ولست أقدر على صداقها ولا أظهر منها بأكثر مما ترى وأنا فلان بن فلان وهي فلانة ابنة فلان فقال عمر للفتى أقعد هنا يا ابن أخي حتى يأتيك رسولي ثم ركب عمر دابته حتى أتى منزل والد الفتى فقرع الباب فخرج إليه الرجل وسأله ما جاء بك يا أب الخطاب في مثل هذه الساعة قال حاجة عرضت قبلك قال هي مقضية قال عمر كائنة ما كانت قال نعم فقال عمر فإني قد زوجت ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان فقال الرجل فإني قد أجزت ذلك فأرسل عمر غلاما إلى داره فأتاه بألف درهم فأعطاها مهرا للفتاة وقال لأبي الجارية أقسمت عليك إلا ما ابتنا بها هذه الليلة فقال له نعم ثم أرسل عمر إلى الفتاة فأتاه وأدخلت عليه الجارية في تلك الليلة فانصرف عمر إلى داره مسرورا بما صنعه فجعل يتقلب على فراشه ويتململ فسألته جارية له ما بالك يا سيدي فحينئذ انشأ يقول تقول وليدتي لما رأتني طربت وكنت قد أقصرت حين أراك اليوم قد أحدثت شوقا وهاج لك الهواداء دفينا وكنت زعمت أنك ذو عزاء إذا ما شئت فارقت القرينة فقلت لما قال هذه الأبيات ذكر يمينه فأعتق رقبة عن كل بيت لأنه كان قد نذر ألا يقول الشعر تابعوا الأمال رجاء على منصات التواصل تحية طيبة ترجمة نانسي قنقر